إذا نريد أن نعيد الثقة للسيد عادل عبد المهدي الشروط كالتالي أولاً أعادت تشكيل الحكومة بعيداً عن جميع القوى السياسية حتى ولو على مستوى الاستشارة وله الحق بأن يستعين بأي شخصية وهو يتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب العراقي ثانياً ألا يتنازل أبداً عن الاتفاقية العراقية الصينية ثالثاً أن يمد جسور العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج باعتبارهم عمقنا العربي على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشأن العراقي رابعاً أن يحافظ على العلاقة الممتازة مع جمهورية إيران الإسلامية وكذلك على أساس المصالح المشتركة وأن لا نسمح بأي تدخل بالشأن العراقي كذلك خامساً أن يسلك الخطوات القانونية والدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية وكافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية سادساً أن يمد جسور العلاقة مع جميع دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أساس المصالح المشتركة بين البلدين سابعاً نؤكد وبقوة على حصر السلاح بيد الدولة والدولة فقط